يوم الإرادة الشعبية اليوم اللي قرر فيه التونسي بكل حرية وبكل مسؤولية مصيره ومصير أولاده ويوقف نزيف العبث والإنهيار الشامل اللي تثبت فيه الشعبوية لكن المنظومة ورئيسها المنتهية ويليته كان عندهم حساب آخر وعملوا كل شي باش يحولوا نهار 6 أكتوبر إلى يوم عادي من المعاناة والإحباط في حياة التونسة وهكم تشوفوا كيفاش تحول المسار الانتخابي إلى بلجة منظمة والحملة ما تشوفوهاش في الشوارع والتجمعات العامة والمناظرات التلفزية بل في السجون والمحاكم والنيابة العمومية والمواقع المأجورة ومؤسسات الدولة اللي تم تجينها أخواتي إخوتي فضيع وخطير أنك تذل شعبك وتجوعوا وتفقروا وتغرقوا في الديون وتحول حياته إلى كابوس ومعاناة يومية فضيع وخطير أنك تفرد في السيادة وترهن جزء من أراضيه في صفقات مشبوعة وتهجد شبابه وخيرة أبنائه ولكن أفضع وأخطر من هذا أنه جرائم هذه بكلها تعملها باسم الشعب في رحلة جديدة متع بؤس وشقاء ومعاناة هذا هو المخطط الوحيد لمنظومة الرداء والعجل والفشل في بلادنا تدمير كل شيء تدمير الدولة تدمير الاقتصاد تدمير المجتمع تدمير الروح التونسية تدمير الثوابة الوطنية وتدمير الإنسان المنظومة برئيسها وبعض نوابها وأبواقها وشوي أعوان في الدولة وأقلية متاع التوانسة ما زالوا مخدوعين بالبروباغندا متاعها ونحب نقنعوهم بخطر استمرار الشعبوية في الحكم يمثلوا نسبة محدودة من 12 مليون تونسي أقلية صغيرة تحب تفرض كلمتها ووصايتها على أغلبية ساحقة متاع الشعب التونسي مل وفد وتعب ويحب يتخلص من كابوه ذاثم على صدوره منذ سنوات منظومة منتهت الشرعية والمصدقية والصلاحية انحرفت بالمسار الانتخابي وقررت أنها تسرق من أغلبية مطلقة من التوانسة الأمل في التغيير وتحرمهم من تقرير مصيرهم لكن المنظومة تلعب في الوقت الضايع لأنه شعب التونسي فاق وتخلص من الخوف ومن الانتظار ومن أوهام الشعبوية وكيف تحرمه من 6 أكتوبر ومن تجسيد الإرادة الشعبية يحول لك أيام تونس بكلها إلى 6 أكتوبر قبل وبعد الانتخابات وكل يوم يولي عند التوانسة شعبا ومؤسساتا ومنظمات وجمعيات ومواطنين يوم اقتراع واستفتاء ضد المنظومة واختبار آخر يزيد يعري الفشل والعيز امتعها إلى حين تسقط من تلقاء نفسها كثمار الفزة الشعبوية في طريق مسدود ما عندها وين تمشي بعد ما عادت وتعدات على كل شيء الشعب القانون القضاء العدي الديمقراطية الحرية الكرامة السيدة الوطنية السلمي الأهلي المنظمات والجمعيات ومؤسسات الدولة الاقتصاد الشباب الأمل الذكاء الكفاءة نهايتها مسألة وقت لا غير والوقت هذا يمكن نقتصره مع بعضنا إذا رفضنا مسرحية عيسى سيئة الإخراج ما يلزمناش نكونوا فيها جزء من الدكور وغطاء سياسي وأخلاقي لانتخابات لم يتوافر فيها لحد الأدنى من النزاهة والشفافية والديمقراطية إذا تجاوزنا خلافاتنا ووحدنا صفوفنا ضد منظومة فاشلة وخطيرة ومن أجل مطلب واحد يشرفنا جميعا ويجنب بلادنا المزيد من التجاذبات والانقسامات ويعيد الاعتبار والكلمة لشعبنا انتخابات حرة ونازيهة وديمقراطية تحترم مبدأ تعددية وحياد الإدارة وتتنفس فيها المشاريع والبرامج ويختار فيها التونسيين الأجدر بقيادة البلاد في المرحلة القادمة وهذا مش خسارة في تونس اللي تستحق الأفضل إذا استجبنا لنداء الواجب الوطني للإنقاذ والإصلاح ومن سلموش في بلادنا وهي في أشد الحاجة لنا من سلموش في حق اخذيناه بقوة الخانون وفكوهونا بالغورة والغطرسة من سلموش في جبنيانة والعامرة وإزاك كبيرة من بلادنا قاعدة تعاني كل يوم من مخالفات سياسية الهجرة الخاطئة اللي ما تسبش في مصلحة البلاد من سلموش في التونسة اللي قاعدين يتفقروا ويجوعوا ومعاتش خلطين على شي من سلموش في ضحايا العنف والإجرام والإنفلات الأمني اللي كل يوم عددهم قاعد يزيد من سلموش في أصحاب الكلمة الحرة من سياسيين وإعالميين ومدونين اللي يقبعوا في السجون ظلما وعدوانا من سلموش في شبابنا اللي قاعد يبلع فيه البحر وللأسف تتهم فيه المنظومة بالتآمر وبالمناسبة نحب نعزي العائلات التونسية اللي فقدوا أقاربهم وأحبابهم في جربة ونقول لكل اللي خاطروا بحياتهم ما ترميوش رواحكم في البحر وما تيقسوش من التونس مع بعضنا بيحول الله نمنعوا بلادنا ونمنعوا أروح عزيزة وغالية من سلموش في رغبة متاع تغيير يشعر بها أغلبية التوانسة وينتظروا مننا أن نحولوها إلى حقيقة وواقع معاش اليوم إنقاذ وغدا إصلاح قال الله تعالى لأن نصر الله قريب ربي يحفظ تونس